اهلا بكم الى مجز اخبار الان كشفت قوات السوريا الديمقراطية عن تلقيها معلومات استخباراتية تفيد بان تنظيم داعش بدأ بتصفية عدد كبير من قادته وذلك بسبب انهيار معنويات افراد التنظيم وانعدام الثقة بينهم وتشير المصادر الاستخباراتية الى ان المقاتلين المحليين باتوا لا يثقون بالاجانب او ما يعرفون بالمهاجرين الذين انضموا للتنظيم ويتهمونهم بالتجسس لصالح التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية وصلت نسبة المشاركة في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الى حدود اكثر من 28% عند منتصف النهار وهي نسبة متقاربة مع نسبة المشاركة في الدور الاول من انتخابات عام 2012 وفق ما افادت به وزارة الداخلية الفرنسية ويبقى مستوى تعبئة الناخبين احد العوامل المجهولة في هذا الاستحقاق غير محسوم النتائج مع شداد المنافسة بين المرشحين الاربع الاوائل تجاوز عدد المدارس التي تضررت كليا او جزئيا من الانقلاب في اليمن 1700 مدرسة وفق ما اكده وزير التربية والتعليم اليمنية الدكتور عبدالله لملس مشيرا الى انها تحتاج الى اكثر من 50 مليون دولار لاعادة اعمارها الوزير اليمني قال ان الحثيين ادخلوا تعديلات على المناهج التعليمية تضمن بعضها توجهات طائفية الا ان الحكومة اليمنية واجهتها باصدار تعميما في المحافظات بمنع توزيع الكتب دعا وزير الخارجية الصيني الى نزع الاسلحة النووية بشكل كاملا من شبه الجزيرة الكورية واستتصعد التوتر بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي وقال وانج يين من اثينا ان بلاده تدعم بحزم نزع الاسلحة النووية من المنطقة باسم الاستقرار والسلام مشيدا بموافقة مزيد من الاطراف على وجهة النظر الصينية نظم معارض الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو مسيرات صامتة في مختلف انحاء البلاد تعبيرا عن الغضب الشعبي المتنامي بعد اعمال عنف خلفت عشرين قتيلا في ثلاثة اسابيع وتم تسجيل الشباكات الموجزة في شرق كاركاز عندما صدت الشرطة المحتجين بالغاز المسهل للدموع قال ممثل الدعاء ايطالي انه لديه دليل على وجود رابط بين مهربين مهاجرين الليبيين ومنظمات غير حكومية واوضح المسؤول الايطالي ان بعض المنظمات غير الحكومية تستقبل مكالمات من ليبيا لارشاد قوارب مهاجرين باتجاه سفن انقاذ تابعة لها مؤكدا انه في بعض الاحيان تغلق المنظمات اجهزة اللاسلك الخاصة بها بغرض اخفاء خرقها للمياه الاقليمية الليبية الى اللقاء